الحمد لله الحمد عبده ورسوله سيد الأتقياء البررة اللهم فصل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الخير أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن وعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله بما تعملون خبير فاتقوا عباد الله هي الخير كله قال المولى جل وعلا في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا والتقوى هي وصية الله في الأولين والآخرين فقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما اليوم عباد الله مع هذه الآية المباركة من سورة المائدة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من ضرر الموجود في المحرمات وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين لا يحرم ما يحرم أكبر وقد يحرم ما يحرم ما يحرم على الرغم لقد يحرم ما يحرم ما قام بالله إلا تبارك وتعالى فقط لا يحرم أحضر وإذا تبارك 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 وتعالى اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل